اشتركوا في القناة 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 ارسال الى الخلفية بهذه الطريقة طبعا ممكن نكبر حجم الخلفية طبعا لا بقس نجرب الصورة الثانية ايضا جميلة الان راح نجي الى هذه الازرار اللي انشأناها بالمحاضرات السابقة طبعا راح نكبر حجمها يعني ممكن تكون بهذه الطريقة جيد وايضا اقدر طبعا من الصفحة الرئيسية اقدر انه اكبر الحجم وطبعا اختار font مثلا راح اختار font الجزيرة bold واقدر طبعا اكبر الحجم مثلا اخليه 14 ولا بأس انه من تنسيق مثلا لا بأس نختار النمط مثلا ممكن نختار اللون الاصفر او ممكن لون اخر ممكن هذا اللون لا بأس به وايضا ممكن طبعا لون ابيض ايضا جميل ولكن اني انصح بالالوان افضل من الابيض مثلا هذا اللون الاصفر جيد الان راح نجي الى الفحص الطبي ايضا راح نخليها بنفس المكان وطبعا راح نعمل نفس التنسيقات بنفس الطريقة ايضا راح نختار font اللي هو مثلا font الجزيرة bold والحجم مثلا 16 او 14 مناسب ايضا بامكان انه نختار لون ايضا من الانماط ممكن نختار النمط السمائي او الاخبر ممكن جيد اهنا اغلاق البرنامج راح نحذف هلين راح نصنع ايكون ممتاز الان راح نضيف عنوان بهذه المنطقة وراح نضيف شعار طبعا ايضا من تصميم ادراج صورة راح اضيف صورة الشعار مثلا راح تكون بهذه المنطقة جيد طبعا ايضا بامكان انه اضيف نص راح اضيف نص بهذه المنطقة راح اكتب مثلا برنامج ادارة المدرسة نحرص على ضغط كليك على النص نص نفسه طبعا راح نكبر الحجم ممكن نخلي مثلا 24 وراح نختار فونت اللي هو مثلا فونت الجزيرة وطبعا راح نختار لون الناس ابيض طبعا ممكن انه يكون اللون يعني اسود لا بأس جيد وطبعا ايضا بامكاننا انه نغير الخلفية طبعا من تصميم دراج صورة ممكن نختار هذه الصورة ايضا جميلة جيد طبعا اكيد الشعار يحتاج انه نغيره طبعا راح ندرج شكل طبعا من تصميم دراج مستطيل راح اضيب هذا الشكل المستطيل وطبعا راح نطيء لون من تنسيق لون التعبئة طبعا ممكن اختار الوان اخرى يعني ممكن مثلا نختار اي شيء لون غامق مثلا ممكن هذا اللون او هذا اللون لا بأس موافق طبعا ايضا اضغط كلك ايمن ومن الموضع ارسال الى الخلفية وايضا هذه الصورة اضغط عليها كلك ايمن ومن الموضع ايضا ارسال الى الخلفية جيد راح اضغط كلك هنا وكلك على النص وطبعا راح اختار لون نص ابيض مثلا طبعا لا بأس انه نختار لون رمادي هنا انا ممكن مراهم اللون البرتقالي ممكن هذا اللون الرمادي جميل ممتاز طبعا ايضا بامكان انه ننسق هذه الازرار ممكن تكون بهذه الطريقة جيد الان طبعا راح نحفظ ورح نشاهد عرض هذه النافلة طريقة عرض النموذج اذا لاحظ جميلة جدا راح اخرج وكلك ايمن على الرئيسية طريقة عرض التصميم هنا راح اضيف ازرار زر لكلوز وزر مثلا لحوله يعني من هو من صنع هذا البرنامج طبعا اذا اجي هنا الى جوجل طبعا نجي نبحث هنا نكتب close icon مثلا طبعا من ادوات نختار اللون صور شفافة طبعا راح اختار مثلا هذه هي الايكونة وراح احفظها طبعا اضغط عليها click amen save image as الان راح افتح photoshop وطبعا من file new راح افتح مساحة جديدة وراح تكون هذه المساحة خمسين بيكسل في خمسين بيكسل 72 resolution ومن ثم create من file place راح اضيف الصورة واضغط ok طبعا راح احذف الخلفية وطبعا راح احفظها من file save as وانتبه هنا بالامتداد اختار بي ام بي لابد انه يكون بي ام بي وراح اسميها مثلا close مثلا لا على التعين ضروري انه الامتداد يكون بي ام بي ومن ثم اوكي راح اجي هنا الى axis وطبعا راح اضيف زر هذا هو الزر راح يكون بهذه المنطقة وطبعا راح اختار تطبيق انهاء التطبيق التالي ورح اختار صورة استعراض ورح اختار الصورة اللي استعراضتها ومن ثم انهاء جيد الاحظ انه تم ادراج الصورة بنجاح راح اضيف هذه الصورة مثلا ممكن انه اخليها بهذه المنطقة او ممكن هنا بالاعلى بهذه المنطقة جيد جيد طبعا هذه الصورة اللي هي من خلالها اكدر اغلق وايضا راح اضيف ايكون جديدة مثلا اكتب هاوب ايكون مثلا انزل الى الاسفل طبعا هذه الايكون الجميلة طبعا احفظها اضيفها اضيفها ونفس الطريقة راح افتح عمل جديد ايضا خمسين بخمسين بكسل ومن فايل بلايس اضيف هذه الايكونة طبعا راح اكبر من الالت والرولة الخاصة بالماوس راح اكبر عرض الايكونة راح اخليها بهذه المنطقة وراح احفظها من فايل سايف از راح اسميها مثلا هيلب واختار الامتداد بي ام بي ضروري جدا سايف سايف ارجع الى اكسز راح اضيف صفحة جديدة طبعا من انشاء فورم راح انشئ فورم فارغ واغير هذا الفورم الى طريقة عرض التصميم كبر مثلا بهذه المنطقة وراح اضيف اهنان من تصميم عفوا راح اضيف نص وراح اكتب جميع الحقوق محفوظة لصالح منصة عالم بها الاحتراف طبعا ممكن اهنانا اكبر الحجم يعني ممكن من الصفحة الرئيسية نختار bold ممكن نختار font وطبعا ممكن نختار الحجم ممكن 14 يكون وتوسيط توسيط بهذه هي الطريقة طبعا ممكن اضيف السوشال ميديا حتى يتصلون بي في حال لو كان اكو خطأ مثلا من تصميم اهنان ممكن اضيف الايكونات ممكن اضيف صورة للسوشال ميديا مثلا ممكن راح اكتب اهنانا فيسبوك عالم بها الاحترافي ايضا بهذه هي الطريقة طبعا ايضا ننتنسيق امكاني انه اختار مثلا 14 bold طبعا ممكن استنسخ هذا الجزء كنترول سي كنترول في واكتب مثلا تيليجرام غير انجليزي بات ph word مثلا مثلا لا على التعيين بهذه الطريقة وراح احفظ هذا النموذج واسميه help مثلا مثلا او مساعدة لا بس اذا كان عربي مساعدة ايضا لا بس جيد الان راح اخرج اغلاق وراح اضيف زر جديد من تصميم وايضا زر بهذه الطريقة راح ارسم واختار عمليات النماذج وراح اختار فتح نموذج التالي وراح يكون مساعدة التالي راح اختار صورة لهذا الزر واللي هو راح يكون من نفس المكان اللي هو help ومن ثم انهاء طبعا اضغط هنا نكلك وارجع اضغط click هذه الطريقة الان اكملنا الزر الخاص بالاغلاق والزر الخاص بالمساعدة طبعا راح نحفظ وطبعا راح نعرض بطريقة عرض النموذج اذا لاحظوا انه هنانا عندنا مساعدة راح يفتح لنا المساعدة اللي هو هذا طبعا ليش طلع لنا بهذا الطريقة الفورم لان هذا الفورم ممسوي له من بثق طبعا نضغط click ايمن طريقة عرض التصميم ونختار غير ذلك ونبثق نعم وطبعا نحفظ حفظ واغلاق الكل ممكن نجي نفتح الرئيسية ونذهب الى الفورم الخاص بالمساعدة وعدنا اهنا الفورم الخاص باغلاق البرنامج الحمد لله قدرنا نصمم البرنامج بطريقة جميلة وبسيطة في نفس الوقت ان شاء الله راح ناخد تمرين عملي متطور اكثر في المحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى